كان الشطر الثاني للسؤال تأثير يعني أنه الله موجود تأثيره على حياتنا تمام ده سؤال مهم جدا ليه بقى؟ لأنه لو الله مش موجود يبقى ما فيش قوانين كل واحد يفعل ما يحسن فيه عينيه أنا شايف أنه ده صح أعمله ناس تانية شايفة أن الحاجة تانية صح هي تعملها ما يبقاش صح ولا غلط ما فيش واضع للقانون فبالتالي حياتنا مش هتبقى لها أي شكل وبعدين مش هبقى فيه هدف لأنه لو إحنا جينا من تفاعلات كيموية وهننتهي نتحلل إلى تفاعلات كيموية بعد الموت يبقى في الوسط حياتنا دي برضو لا تساوي شيء بالكثرة فوجود الله بيعطي قيمة وهدف وفوكس لحياتنا نعيش ليه يكفى أن نقول أنه الإنسان مخلوق على صورة الله الأدبية الروحية وهذا طبعا شيء يعني إثبات غير عادي بالنسبة لوجود الله وحضور الله في حياة الإنسان الضمير والإحساس يعني لو فيه مثلا في الغابة لو فيه غوريلا تخنقت مع غوريلا وقتلتها مش بيروح قدام المحكمة لكن لو فيه إنسان قتل إنسان بيتحاكم لأن إحنا فينا صورة الله وفينا نسمة القدير تعقلنا فده هو اللي بيدينا قيمة علشان كده مهمة أوي هل الله موجود أو غير موجود ده سؤال هام جدا يعني الضمير حرية الاختيار الإراضي المنطق العلم الإزدياد في نمو المعرفة كل هذا الدليل على تفوق الإنسان أنه ما أجاش من العدم أو من من تفاعلات كيموائية عشوائية وصلتنا للإنسان ده ما حصلش وطبعا فيه دليل في الحفريات أنه ما فيه حلقات متوسطة وحاجات كثيرة جدي كثيرة تبين الإنسان خلق بطريقة مميزة ومتميزة اشتركوا في القناة